خلينا ناخد كده سؤال كل مرء من ناحية تفضل نبدأ هاني النحاس قناة صدر البلد طبعا تواصل مشكور من حضرتك ان احنا نلتقي للنقل التساؤلات المواطن المصري انا ساعدني النهاردة البيان الوزاري الصدر النهاردة من الاجتماع الاول للحكومة بعد التكليف وان هناك دفعة قوية لملفات الصناعة والتعليم والصحة البيان ما كانش فيه قوي رؤية الحكومة ازاي تشتغلها تلات ملفات المهمة دول ولكن لو نظرنا سريعنا فان دي ابن او منيكلم عن الصناعة الكاثرين والالاف المصريين بينتظروا فتح الالاف من المصانع المغلقة ده هيكون قرار مهم جدا للناس منتظرونه كذلك منيكلم التعليم يعني الكاثرين بيسألوا عن استراتيجي التعليم احنا كان عندنا تغييرين خلال التلات سنين اللي فاتوا كان هناك توجه لمحاربة الدروس الخصوصية كان هناك توجه اخر لترخيص للدروس الخصوصية انا اعتقد الدروس الخصوصية من وجهة نظر المواطن المصري ان اقتصاد موازي بيستهلك داخل الاسر المصرية الحكومة معنية متفاهمين بدفع التنبية وكذلك تخفيف العبء عن المواطن المصري فمحتاجين نسمع وجهة نظر حكومية فيما يخص هذا البلف نقطة اخيرة يا فان دم بدام تحدثت الحكومة عن الصحة مواطن المصري محتاج كمان يتطمن كانت تدربة بعض الانباء الفترة الاخيرة لأ محتاجين يتطمن ان سيظل علاج المواطن المصري اذا كنا بنتكلم عن الفئات اكثر احتياجة سيظل العلاج للجميع شكرا الفاتح طيب خلينا نقول لحضراتكم ان ان شاء الله الاسبوع الجاي حيشهد اجتماع اول مجموعتين وزاريتين اللي احنا علمنا عنهم مجموعة خاصة بالتنمية البشرية واللي ملف الصحة والتعليم يعني او يعني في قلبهم وايضا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويمكن انا حبقى حريص ان انا احضر الاول اجتماع للمجموعتين بنفسي وابقى موجود معهم وبعد كده هم بينطلقوا ويبقى بتباحهم بصورة دورية ولكن خليني اقول لحضرتك هتكلم بصفة عامة الملفين دول ملف الصحة والتعليم في منتقى الاهمية الدولة احنا عملنا جهد كبير جدا على مدار الاربع او خمس او ست سنوات الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية وده وضعه يعني كان سيد الوزير دكتور طارق شوقي لما تغير الدكتور طارق احنا ما تغيرناش احنا فضلنا على نفس المنهجية الدولة بتنتهج بتندهج توجه معين كان احنا بنتكلم تحديث مناهج لازم يحصل اتعمل هذا التطوير والتحديث كل تركيزنا النهاردة وضع الاليات الكفأة والفعالة لتنفيزه على الارض بطريقة سليمة وعشان كده يمكن ده اللي انا عايز اأكد عليه احنا ما بنعودش نغير مصارات ولكن حتى لو تغير الاشخاص احنا واخدين مصار معين ومشين عليه اللي بيتغير هو تكتيك بتاع التنفيز بتاعه بنلاقي ان في عرقيلة على الارض محتاجين ان احنا نطور نسرع الخطة بالتنفيز عشان نحقق المستهدف من هذا الموضوع موضوع الصحة وده شيء مهم جدا احنا يهمنا جدا النهاردة نسرع الخطة بصورة كبيرة جدا في وضع منظومة التأمين الصحي الشامل على الارض انها تتنفذ طب احنا نفذنا في عدد من المحافظات النهاردة كنت بتكلم مع سيد طبعا معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وسكان على ان احنا لازم نعلم باسرع وقت على المجموعة الجديدة من المحافظات اللي حنبدأ نفعل فيها المنظومة لحضرتك يمكن بتشير اليه معرفش هل هو النقاش المقصود كان بقانون التزام المرافق العامة بالنسبة لمنشآت الصحية طيب خلينا نتكلم فيه الموضوع ببساطة شديدة وخلينا يعني انا حتكلم بمنتهى الشفافية احنا بنصرف مئات المليارات على تطوير المنشآت صح ولا لا حضركم بتشوفوا بننشئ حجم هائل من المستلفيات ونفس الكلام لمنشآت اخرى طبعا للدولة مشكلتنا الحقيقية كحكومة وعلى فكرة دي مش مشكلة الحكومة المصرية بس مشكلة الحكومية بصفة عامة هو الاستدامة الادارة النكحة للمنشآت دي بعد ما بنكون خلصناها احنا بنحط استثمارات ضخمة بننشئ المباني بنشتري اجهزة بالعملة الصعبة بنحطها وتبقى احدث اجهزة المشكلة بتاعتنا هي الادارة ومنظومة الادارة والتشغيل بعد كده وانك انت تضمن ان بعد اربع خمس سنين لما تروح المستشفى دي تلاقيها بالزبط زي ما كانت يوم الافتتاح وتشوف فيها نفس العدد من الاصطاف وتشوف كفاءة الخدمة انا بقولها لحضرتك احنا كحكومة او الحكومات بصفة عامة مش شرط انها تبقى نكحة في هذا الموضوع فكانت الفكرة كيف نشرك معانا القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة اللي انا بقوله استدامة الجودة بتاعت الخدمة في هذه المنشآت الى مالة نهاية طب هل الكلام ده حيجي على حساب المواطن البسيط بالتأكيد لا لان العقود اللي بتتعامل في هذا الموضوع بتنص صراحة على ان المواطن اللي بياخد كان الخدمة سواء بدون مقابل او مقابل رمزي حيفضل ياخدها في هذه المستشفى ده بالعكس ده حيبقى القطاع الخاص بيضمن ودي العقود حتبقى بتتعامل كده وبتتعامل كده ان زي ما بيدخل انا اسف الغني وبياخد نفس الخدمة المواطن محدود الدخل حياخد هي هي نفس الخدمة لكن هي تبقى عملية الشراكة في ايه ان بيبقى مقابل ان هو المواطنين يدخلوا وياخدوا هذه الخدمة سواء بدون مقابل او مقابل رمزي بنسمح له كمان انه بيبقى فيه علاج للمقادرين ماديا ويقدر ان هو يغطي عائد يضمن ليه حسن تشغيل وادارة المنشأة الالية بتبقى بهذا الشكل وبالتالي كمان عايز اقول احنا بنستهدف من خلال هذا الكلام ان احنا بنجيب يعني مش فقط مشغلين محلين فقط وفيه مشغلين على اعلى مستوى من الكفاءة لكن بجيب اسماء عالمية مستشفيات عالمية في اعلى حتة في العالم حييجوا ويشغلوا معنا هذه المنشآت المنشآت الاسماء دي العالمية كان انا اسف اقول ناس بتسافر وبتدفع مئات الالاف من الدولارات واليورو علشان يروحوا يتعالجوا فيها النهاردة لما بجيبهم هنا جوا مصر وبقى المواطن تاني الفقير زي وزي الغني يقدر انه يتعالج فيها اعتقد ده شيء محدش يختلف في ان احنا حنكون بنستهدف هذا الموضوع لضمان استدامة وحسن اداء الخدمة اللي بتقدم للمواطن اللي عايز اطمنك اكتر بمجرد ما حنقدر نفعل منظومة التأمين الصحي الشامل الموضوع انتهى لان خلاص بقى من حق اي مواطن لما يبقى النهاردة تأمين الصحي الشامل بيغطيه انه يدخل في اي منشآة وياخد فيها العلاق لان في الحالة دي المنظومة هي اللي بتتكفل بتكاليف علاجه لكن احنا بنتكلم على الفترة البينية ما بين النهاردة لغاية لما اضمن ان السبع وعشرين محافظة دخلوا المنظومة فهي دي الفترة اللي بنقول لازم يبقى القطاع الخاص معانا عشان يساعدنا في عملية الادارة والتشغيل تداريو سيزهند